نتناقش في حلوق شوء المغلقة احنا ما عنديش اي انزاء عليها الا في الحالات اللي احنا قلنا عليها برضو كفالة للسكن انا هو لتكفالة الدولة بالسكن عندك مشكلة في دي لا لا تمام ممتاز جدا لو واحد ما عندوش مقر اقام جري هو ده ومسافر يرجع يعطف الشرع لا 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 ما عنديناش مشكلة تمام شخص يمتلك اكثر من عقار دي احنا نتدخل بيها بحكم المحكمة الدستورية كما جيه قالك قدر القانون وتعلم هذا الحك تمام كما قرر القانون قالك يمتلك بيت من ثلاث طواب اكثر من ثلاث طواب اكثر من ثلاث طواب وما جيت رفع الدعاوي وقالك عدم دستورية المادة دي المحكمة الدستورية ايه رفضت هذا الشعب وقالت لا حضرتك شايف ان من العداج ان انت تبقى قاعد عندي وتمتلك ثلاث شوء بره وانا ما ادرش اطردك ما امشيها قانون يا امبقى امشيها قانون تمام يا فندم القانون ده احنا اللي عاملينه وبناء علي ممكن تعديله من السلطات التاشرعية تعديله هاي خالف قامل حكم من محكمة الدستورية اه طبعا ايه المشكلة خلص تمام احنا خلينا بقى احنا مش هنخالف احكام اقارتها من محكمة الدستورية بصحة دستورية القانون ده بس انا عايز اقول لحضرتك حضرتك اللي بتقوله سيادتك استاذ محمد الحقيقة مش عادل يعني ان لما يكون فيه مستأجر يتملك شاقتين او ثلاثة وحضرتك جاي بتدفع عنه دلوقتي لا انا دفع عن المستأجر الذي لا يملك سوى محل اقامته وفقط وهو ده اللي يعنيني وانا هلفها تاني للشوقة المغلقة ما هو لو بيمتلك شاقتين وثلاثة وقفل الشاقة دي يبقى دين ما عنديش مشكلة نخلية مش شرط ممكن يكون معجر تلاثة شاقة عجار جديد زي ما احنا كلنا شايفينه ده بيبقى باني بيت في نفس الشارع راجع وقعد في الشاقة متلاثة جنيه وفي نفس الوقت الشوقة التاني معجر هجار جديد يقول لك اصيب شاقة باتنين جنيه قضايا على نفس العجار دوت يعني انت عايز تخلي اللي عنده اكثر من الشاقة بداخل المحافظة احنا بنطرح حلول لتفكيك المشكلة وفي نفس الوقت ولا الملك يضار ولا المستأجر يضار ده اللي احنا عايزين حلول وسطية الحلول الوسطية يا فنديم احنا دلوقتي امشيها معك واحدة واحدة انا بقول لك ايه مشاكلك انا قلت لحضرتك واحد النهاردة يمتلك ثلاث شوقة او شاقتين او شاقة اخرى هل ده يرض ربنا انه هو يفضل قاعد في شاقة باثنين جنيه ومقاجر الشاقة بتاعته او قفل على الفوضي طيب انا هخالف حكم المحكمة الدستورية انا سأدر فيه حق انا سألك بس هو صادر حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن انا عايز اسأل حضرتك سؤال موضوع حكام المحكمة الدستورية والقانون والدستور اعتقد ان رئيس مجلس النواب هو رئيس المحكمة الدستورية الاسبق واعتقد ان اللجنة المشكلة حاليا تحت رئيس الوزراء كفيلة بما فيها من قامات قانونية هتبحث الموضوع التشريعي والقانوني ونتظرط لينا رئيس مجلس النواب قالك احترام الاحكام الدستورية نهاردة بأسيبك من الناحية الدستورية والقانونية في ناس اهلي لها انا بكلم حضرتك دلوقتي في العدل هل من العدل ان حضرتك تمتلك ثلاث شوء او شاقتين او شقة وتفضل قاعد عندي في الشقة بتاعتي مخمسة جنيه ولا مقاشرة جنيه هل داير ديك احنا عندنا خلاف في النقطة دي اللي انا انا وسير وراء حكم المحكمة الدستورية بدستورية النص المتد يعني انت ترى انه بما ان هناك حكم المحكمة الدستورية وبالتالي يصبح من حق المستأجر انه يظل في هذه العين الى ان يتم تعديل حكم المحكمة الدستورية على ان يستغلة يعني يستغل الان دي من مستغلة مستغلة في ايه بيشغلها طب هو عنده الأستاذ بحيري بيضرب مثل بيقول إن في واحد عنده شقةين وثلاثة ما أجرهم هو أنا النهاردة عشان أزبط ده عشان أزبط ده إن هو بيستفيد وبيضر ده يبقى النهاردة هنلجأ برضو نفس النقطة يا فادم أنا ما همنيش يستفيد أو ما يستفيدش أنا بسأل لحضرتك حضرتك تمتلك شقة تانية قاعد في شقة الهم وعشرة جنيه هل ده يرضي ربنا هو هل اللي قاعد ده قاعد ببلطجة هو مش قاعد بحكم هنرجع نلف النفس النقطة تانية ونقول بقى العادة التي تدخلت فيه الدولة يبقى مش نوصل لحال احنا بنقول بالحل حاجة دلوقتي بيه ما يرضي الله يعني أنا خالي حكم المحكمة دستورية وهو حكم المحكمة الدستورية ده قرآن سنة الحاجة الوحيدة يا فندم يا أصدر محمد دخلوا في كلمة حديثنا حديثنا تعلم جيداً العلاقة تمام الحاجة الوحيدة المحصنة الحاجة الوحيدة المحصنة هو القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأكد كلامة ده حضرتك شوف المادة خمسة من لاحة مجلس النبي قالت لك ايه؟ يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونهم من مناقشات وما يتخزنهم من قرارات بأحكام الدستور والقانون واللائحة لي يا فندم؟ لأن أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام قابلة للتغيير وفقاً لمتغيرات الدستور والظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية هل أعتقد حضرتك أن من سنة 60 و70 و80 إلى الآن لم يتم تغيير المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للبلد؟ هل حضرتك تنكر أنه النهاردة بقت حتة أنه عايز شقة دي ما بقتش موجودة بسبب قانون الإيجاري الجديد؟ حضرتك النهاردة لو معك 2000 جنيه بتروح تاخد شقة إيجاري جديد يا فندم؟ للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية